السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم تحليب البرتقال تحليب البرتقال جدا سهلة اقتصادية و الاهم انها الديدة نتمنى تتبعوا الفيديوينة لاعجابكم و نخليكم مع مقادير و طريقة تحضير التحليب سنحتاج لطرو ديال الحليب ثلاثة دل معلق بار من السكر سينيدا السكر حسب الدوق جوج علب من الفلون بنكهات الفانيليا جوج مع القبار من الميزينة اولا نشط الدورة و نخلط المكونات حتين سجمولية انا نسيت ما ضفت واحد المعلقة صغيرة ديال الفانيليا انا ضفتها دابا و نحرك كل شي على البارد من بعد نوضعهم على نار متوسطة و نبقى نحرك في الخالط حتى يبدأ يغلى ليام زيان و يبدأ يتقال القوام دياله غادي نصبهم دابا في الكيسان ديال التقديم يجب ان تضيف في الخالط حتى يتمسكوا و ندخلهم الكلاجه يشدوا ليفراتهم مزين و ندخلهم حتى يشدوا يتمسكوا من بعد خديت هنا يا في اواكه اللي تكون متوفرة عندكم أنا خديت البانان خديت الفراز و خديت الكيوي قطعتهم مكعبة تصغير تقدروا تديروا التفاح البعويد او لا اي فاكهة متوفرة عندكم في الدار هنا من بعد ما جمد لي الفلون ديالي غدي نبداك انوزع على الكووس دك الخالي ديال الفواكه خليوا الفلون حتي اعقاد لكم زيان باش الفواكه ما يبطوش لكم التحت كما كتشوفو في الصورة نوضعهم جانبا وندوز نحضر طبقات البرتقال عندي هنا 400 مليلتر ديال عصر الليمون او العصر البرتقال عندي يجوج مع القبار ديال سكر سينيدا معلقة كبيرة ديال النشا علبة من الفلون بنكهة الفانيليا وعندي هنا واحد نص معلقة ديال الفاني ونخلط المكوينات على البارد ونوضعهم وعلا النار حتي اغلى ويبدال الخاليات كي يقصح لي من بعد ما اغلى لالخاليات كي ما كتشوفو هنايا غادي ندوز نفرغو على الكيسان شوفو معايا تحلية جدا سهلة وبسيطه كتوجد معاكم ضغية ضغية ما كتاخدش منكم الوقت وسهلة وبنينا بثاف ونعود نردهم للتلاجة ونخلي ذاك البرتقال ديال يحتاج شد فراصه ويتماسك وذك ساعات غدين قدموهم سافي هنا من بعد ما خليتهم الوقت الكافي حتى شدوا فراصهم وقتهم كما كتشوفو كنقدموهم كتجي تحلية بسيطة سهلة اقتصادية في متنول جميع نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم ويلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تخليولي تشجيعي عديو لكم لايكاتكم وتعليقكم لما لا وانا غادي نقول لكم السلام عليكم الى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة